المجلس البلدي الشمالي المواطنين للمظلات بحيث تكون غير مخالفة ولا تشغل الطرق أعتقد أن هناك مبررات نعم لدخول سيارات الخدمة إلى هذه المناطق هذه المظلات أكيد تعيق ولكن اليوم قرارنا في المجلس بعمل المظلات المتحركة قد يكون الحل الأمثل لعلاج مثل هذه المشكلة بعدها ناقش المجلس المعايير والاشتراطات والمواصفات الهندسية في إنشاء الأرصفة عندنا نماذة جيدة في مملكة البحرين مثل مدينة عوالي ديار المحرق درة البحرين أمواج إنريد أرصفة الطرق في الأحياء السكنية وخصى الأحياء السكنية الجديدة في كل مناطق مملكة البحرين تكون موحدة من ناحية الألوان والارتفاع إلى ذلك بحث المجلس تعديل تصنيف عقار بمنطقة مدينة حمد لبناء مواقف سيارات ومركز إسلامي وصالة مناسبات باسم جامع سمو الشيخ فيصل بن حمد الخليفة الحمد لله تمت الموافقة على إعادة تصنيف الأرض المخصصة لبناء جامع سمو الشيخ فيصل رحمه الله فيصل بن حمد في مدينة حمد في الدوار 21 إن شاء الله بعد نشر موافقة التصنيف الجديدة الرسمية ستبدأ إن شاء الله بإدارة الأوقاف بالشروع في المشروع إن شاء الله كما نقش المجلس مقترح الاكتفاء بتوقيع الجهاز التنفيذي على الشيكات تأمينات حيث أكد رئيس المجلس بأن المقترح المرفوع من المجلس لاختصار الوقت والجهد في إنهاء معاملات المواطنين